بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمية قام ديوان المشروع الوطني لتعزيز قيم الموطنة لقاء مفتوحا شارك فيه عدد من الناشطين السياسيين اللقاء تخلى له تأكيد عدد من المشاركين على عدم حصول المرأة الكويتية على حقوقها كاملة وقدموا خلال اللقاء جملة من الاقتراحات من بينها الكوتى النسائية لعضوية مجلس الأمة استضاف ديوان المشروع الوطني لتعزيز قيم الموطنة ولاء مساء أمس حوارا مفتوحا حول حقوق المرأة السياسية في البلاد بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمية مشاركون في اللقاء المفتوح أكدوا أن حقوق المرأة الكويتية منقوصة بسبب عدم التطبيق الكامل لمواد الدستور عندما يكون هناك قوانين تتعامل بشكل مختلف بين المرأة والرجل نعم المرأة تعاني من التمييز طبعا هذا يعود إلى أن تفعيل وتطبيق بعض مواد الدستور وليس بتطبيق المواد بيأكملها اللقاء المفتوح تخلى له تقديم العديد من الاقتراحات المتعلقة بالمرأة من بينه اعتماد نظام الكوتى في الانتخابات اللي أنا أشوفه أن الحكومة صراحة مجادة القيادة عامة مجادين في تعزيز دور المرأة وتمكيل المرأة لأنه لو تشوفون من 2005 إلى اليوم 12 سنة ولا برنامج توعوي لحقوق المرأة السياسية ماذا بعد الحقوق السياسية؟ أنا الكل يعرفني اقترح الكوتى يعني 150 دولة في العالم اتطبق الكوتى المقترح اللي عندي إنه يجب أولا علشان أنا أحقق الهدف تثقيفهم أخلاقيا التثقيف الأخلاقي وثقافة الحوار اللي انعكست سلبا من واقع المخرجات اللي احنا نقول من ما يحدث تحت قبة عبدالله السالم من آلية يعني خذ عندهم صرخي يعني يعني عني صوتتش بلنا نخذوهم في الصراخ تحصين عني تبينا إيه بواسطة تحصينوا هذا المبدأ مرفوض تماما مشاركون آخرون في اللقاء المفتوح اعتبروا أن المشكلة الكبرى في الكويت هي اعتماد نظام المحاصصة في المناصب بعيدا عن الكفاءة والاستحقاق احنا شلو مشكلتنا من الكويت اليوم خنكون واقعية مشكلتنا انتخابات لا مشكلتنا المحاصصة سوء الاختيار المسؤولين سوء اختيار الناخبين لما الشعبيين ما يعرف يختار تكون نتيجة أعضاء ليسوا على مستوى الطموح ترجمة نانسي قنقر